تواصل قوات الاحتلال لأنه جاء عرقا للدخول للمساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطع غزة وتغلق قوات الاحتلال على مدار يومي الخميس والجمعة مع بركرم أبو سالم بشكل كامل والذي كانت تتسلم فيه الأمم المتحدة المساعدات لتوصيلها للأشقاء في قطع غزة المزيد من التفاصيل يتلعنا عليه كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية ننقل لكم الصورة قوات الاحتلال منعت اليوم بالكامل دخول أي من المساعدات الإغاثية إغلاق كامل لمعبر كرم أبو سالم لمنع دخول أي من المساعدات الإنسانية سواء كانت المواد الغذائية أو المستلزمات الطبية أو المستلزمات اللوجستية أعلنت قوات الاحتلال أنها ستغلق معبر كرم أبو سالم اليوم وغدا يومان ذلك سيكون العمل خمسة أيام فقط خلال الأيام السابقة وما دخل خلال الأيام السابقة لا يتعدى المائة شحنة من داخل معبر كرم أبو سالم أما من ناحية معبر رفح المصرية فدخل من هنا ما يقرب من مائتين شحنة عاد أكثر من نصفهم تقريبا إلى الأراضي المصرية مرة أخرى بعد أن رفضتها قوات الاحتلال بالطبع الأسلوب الذي تنتهجه قوات الاحتلال لا يقتصر على الوصول للمجاعة أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تعزيز عدم وجود أي من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أعلن منذ يومين عن الحالة الخاصة بقطاع غزة تحدث عن أن أكثر من 60 إلى 70% من منازل قطاع غزة قد دمرت إما كليا أو جزئيا أما بالنسبة لشمال قطاع غزة فأكثر من 82% من منازل شمال قطاع غزة دمر بالكامل هذه كانت إحصائية خاصة بالمنازل والبنية التحدية ما تحتاجه قطاع غزة لإعادة البنية التحدية مرة أخرى قد يتعدى القرن والقرنين أكثر من 200 عام ليعود قطاع غزة كما كان هذا حسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالإضافة لذلك أيضا يعني يحتاج أو بسبب القصف المستمر والعشوائي لقوات الاحتلال في جميع أماكن قطاع غزة من الأماكن الحيوية من المدارس من المستشفيات من أيا كانت الأماكن المتوجدة في قطاع غزة وصل حجم الركام في قطاع غزة إلى تسعة وثلاثين مليون طنا حسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالطبع كل هذا نهج تنتهجه قوات الاحتلال إما لمحاولة التهجير القصري للأشقاء الفلسطينيين من أماكنهم أو حتى سلسلة التجويع المنتجها الآن في شمال قطاع غزة لكن المجهودات المصرية في محاولة للضغط لإدخال المساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها ما زالت مستمرة هنا من أمام بوابة معبر رفحة المصرية التي لم تغلق بوابها منذ اللحظة الأولى هذه هي الصورة ولن أعود عليكم مرة أخرى